السلام عليكم معكم علي أهلا وسهلا بكم الدرس جديد إذا كنت بالمرة تشاهد القناة لا تنسى الاشتراك بالقناة وتفعيل زر الجرس ووضع عليك الفيديو ليصلكم كل جديد نتدرب في هذا الفيديو على استخدام هل سبق لك أن يعني فعلت شيء ما هل سبق لك أن شاهدت أسد هل سبق لك أن شاهدت أسد هل سبق لك أن أكلت تفاحة وهكذا تابع معنا لآن الفيديو هناك الكثير من المعلومات المهمة إذن نحفظ هذا التركيب هل سبق لك أن حتى نحن باللغة العربية نقول هل جربت هذا الشيء من قبل هل فعلت هذا الشيء من قبل هل أكلت هذا الشيء من قبل وهكذا كيف أقول هل فعلت هذا الشيء هل شاهدت هذا الشيء هل رأيت هذا من قبل هل شاهدت هذا من قبل هل أ comum見 ثاندر ستورم ستورم عاصفة ثاندر رع millones ثاندر ستورم عاصفة رعدية هل شاهدت من قبل هل شاهدت من قبل أسد لاحظ فقط نغير ماذا شاهدنا هل شاهدت من قبل هل شاهدت من قبل برج هل ترشت من قبل رجل مشهور؟ إذن نحفظ هذا التركيب هل ترشت من قبل؟ و أضع الفعل الفعل طبعا من التصريف الثالث هذا يكون عندنا زمن يسميه present perfect المضارع التام ever نترجمها من قبل لحظة هذا الجملة هل ترشت من قبل؟ هل سبق لك أن أكلت فاكهة المانغو؟ اللحظة الجملة السابقة بدنا عن eaten استخدمنا seen نحن نعرف see يرى so رأى التصريف الثالث seen الشكل الثالث للفعل seen إذن دائما مع have you ever نستخدم الشكل الثالث للفعل أيضا عندنا eat ate eaten إذن نستخدم الشكل الثالث للفعل have you ever eaten أريد أن أجيب على هذا الجملة يام أجيب بيس أضع بعدها كما أو يكون عندنا نو بهذا الطريقة إذا كاد الإجابة نعم ننتقل لهذا الملاحظة دائما الفعل المساعدة الذي يسأل به أجيب به هنا سألني به يجب أن أجيب به عندنا you هل أكلت أو هل سبق لك أن أكلت أنت الإجابة نعم أكلت إذا تصبح yes I وضع have فقط yes I have ممكن شخص يسأله have you ever eaten يقول yes I do yes I does yes I was لا تحتر أبدا شفت have أو اسمعت have تجيب بها تماما yes I have لو كان no no I haven't إذن كلا لم أأكل نعم أكلت haven't هي اختصار ل have not طبعا بهذا الشكل نختصرها هذه إجابة نسميها short answer إجابة قصيرة إذا رأيت نجيب إجابة طويلة have you ever eaten a mango هل أكلت من قبل فاكة المانغو الإجابة yes إذن بدنا عن you يضع I yes I يضع have عدنا ever لا نستطيع أن نستخدمها خلاص فقط بالسؤال استخدم eaten yes I have eaten a mango بهذا الشكل yes I have eaten a mango نعم لقد أكلت فاكهة المانغو إذا نترجم have eaten لقد have seen لقد شهدت have لقد رأيت إذن نترجمها لقد يجب أن ننتبه للمعلومة عندنا هي she we 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 have have بال present perfect نحن نضعها على التامة يحب أن يرجع عليه تكلمنا بأربع فيديوهات عن هذا الزمن موجودة على القناة يدخل قائمة تشغيل الأزمنة موجودة جميع هذه الفيديوهات طبعا يكون عندنا هاز أو هاف والفعل بيكون verb 3 يعني الفعل بالتصريف الثالث كما قلنا استخدمنا have you ever seen have you ever eaten وهكذا نريد أن نستخدم has نقول has لا نصلا نقول has you ever has نستخدمه مع هي شيئت أو إذا كان اسم مفرد مثل أحمد نقول has أحمد ever وضع الفعل بالتصريف الثالث راح نشوف بعض الجمل لكي نعرف كيف استخدم هاز بهذه الطريقة لاحظة الجملة الجملة اللي قبلها أخذنا have you ever الآن has أحمد ever visited فرنس يعني هل تزارة أو هل سبق لي أحمد أن زارة فرنسا ممكن نستبدل أحمد به يعني تصبح has he لكن استخدم small letter لأننا بداية الجملة حرف كبير يكون عندنا small letter has he ever visited هل سبق له أن زارة فرنسا إذن كما قلنا هي شيئة نستخدم معها has أريد أن أجيب هذه الجملة كما قلنا نجيب yes full stop no full stop هل سبق لأحمد أن زارة فرنسا نقول yes بدل أحمد نضع he سأني به has أجيب به yes he has لا نستطيع أن أقول yes he does yes he was كما قلنا دائما الفعل المساعد الذي أسأل به وأجيب به الشخص يسأل لماذا أستاذ دائما أسأل به وأجيب به لأنه زمن الجملة عندنا present perfect مضارع تام كيف أغير زمن ثاني يجب الزمن الذي أسأل به وأجيب به سأني مضارع بسيط وأجيب بمضارع بسيط سأني ماضي بسيط وأجيب ماضي بسيط سأني مضارع تام الآن مضارع تام أجيب بمضارع تام إذن لا صعنا أبدل زمن الجملة السؤال أجيب عليه بنفس الزمن yes he has نعم زارة فرنسا كلا no he hasn't كلا لم يزر فرنسا أريد أن أجيب إجابة طويلة yes بدل أحمد أضاء he yes he has visited friends إذن نعم لقد زارة فرنسا وأيضا ما ننسى فرنس لازم يكون حرف الف كبير التي دائما بلدان بيكون حرف كبير إذن لقد زارة فرنسا لاحظ أريد أن أحاول هذا الجمل إلى have والفعل بتصرف الثالث هذا الأفعال بحالة simple past إذن الماضي البسيط i saw شاهدت رأيت i did فعلت قمت أو أنجزت i found وجدت i took أخذت i wrote إذن كتبت نريد أن نحولها جميعها تبدأ بـ i إذن ضمير i لاحظ إذن نبدأ بـ i نعرف المضارعة التام بيكون الفعل بتصريف الثالث الفعل بمضارعة التام يكون have أو has والفعل بتصريف الثالث verb 3 i كما هي have تختصر إلى v بطريقة هذه بدل الـ h والأي نضع أبصر في v إذن جميعها i've ملاحظين i've يعني هي نفسها i have لكن دائما كما أخبرتكم يجب أن تكون مختصرة إذن i've الآن أريد أن أحول هذا الإفعال so تصبح seen i've seen لقد رأيت did تصبح done i've done لقد أنجزت لقد عملت لقد فعلت إذن i've done لقد عملت لقد فعلت i've found found نفسها i've found i took تصبح i've taken لقد عملت لقد رأيت لقد رأيت تصبح لقد كتبت إذن نحفظ saw, seen, did, done, found found نفسه took, taken, wrote, written إذن لكي يحاول من الزمن الماضي البسيط إلى المضارعة التام سبق وتكلمنا عن المقارنة بين الزمنين هذول طبعا كلهم أنه فعل حدث وانتهى لكن المضارعة التام يكون فعل حدثة لكن له نتاج أو أثار في الوقت الحالي الماضي البسيط حدث ووقع وانتهى في وقت ما من الماضي أيضا عدنا الماضي البسيط يركز على وقت حدوث الفعل لكن المضارعة التام يركز على الحدث نفسه إذن الحدث نفسه بالمضارعة البسيط عدنا saw ممكن شخص يحب يحفظ الأفعال هذا بالأشكال الثلاثة بالمضارعة البسيط بالماضي البسيط والمضارعة التام see, saw, seen لاحظين أيضا عدنا do, did done أيضا عدنا find found, found أيضا عدنا الفعل take took, taken عدنا الفعل wrote جاء من الفعل write طبعا الw لا تلفظ لنقل وwrite write إذن كان عدنا wr إذن w لا يلفظ write, wrote, written ممكن شخص يحب يحفظ هذا الأفعال ممكن شخص يحب يحفظ هذا الأفعال عدنا see saw, saw, seen أحفظها بصا do, did, done find, found, found take, took, taken write write, wrote, written إذن كما قلنا لاحظ مثل الفعل الأول يرى رأى مرئي إذن لاحظ بعض الأحرف تغيرت باللغة العربية أيضا باللغة الإنجليزية لاحظ seen أصبحت so أصبحت seen كما تغيرت باللغة العربية مثل يعمل عميلة أو فعلة معمول أو مفعول بلاحظين أيضا يعني بعض الأحرف موجودة أيضا باللغة الإنجليزية أيضا مثل عدنا يكتب بلاحظين يكتب كتب مكتوب إذن لاحظ باللغة العربية يكتب لاحظ هذه الأحرف كتب حذفنا حرف الي مكتوب أيضا موجود حرف الكاف والت والب أيضا باللغة الإنجليزية نفس الطريقة لكي يفكر بهذا الطريق كيف أحفظ الأفعال الشاذة وكيف أتعامل معها أو الأفعال بلغة الإنجليزية إذن من المهم معرفة هذه الأفعال بهذا الشكل النهايين درسنا لهذا اليوم تكلمنا فيه عن استخدام have you ever هل سبق لك أن فعلت هذا الشيء أيضا تكلمنا عن have و has متى استخدمها طبعا تكلمنا فيديو سابق عنها اللي حيب يرجع عليه فقط للتذكير أيضا بعض الملاحظات وتعلمنا بعض الأفعال الشاذة اللي يجب معرفتها بثلاث أشكال للفعل بالPresent Simple بالPast Simple وعدنا الPresent Perfect بهذا الشكل نهاينا درسنا لهذا اليوم أتمنى قدمت شيء الفائدة إذا أعجبكم الفيديو لا تنسونا اشتراك بالقناة وتفعيل زر الجرس ووضع لأكل فيديو لنصلكم كل جديد دمتم بخير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته